اكد رئيس مجلسي الشراء والنواب على ان المجالس التشريعية قد ساهمت عبر مسيرتها الحافلة في تعزيز مفاهيم العمل الديمقراطي وترسيخ مبادئه معربين عن فخرهما واعتزازهما بالانجازات التي حققتها السلطة التشريعية في مملكة البحرين في كل فصل تشريعي بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين جاء ذلك خلال افتتاح الندوة الحوارية المشتركة لمجلسي الشراء والنواب تحت عنوان الدور الرقابي والتشريعي في العمل البرلماني والتي اقيمت بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني الذي يصادف الثلاثين من يونيو من كل عام حيث اكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب ان مملكة البحرين وضمن مسيرة العمل البرلماني وعبر عقدين زاهرين حققت الكثير من الانجازات والمكتسبات والاعمال والجهود التشريعية والرقابية في ظل الدعم الكبير من لدن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بما يعزز المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة مضيفة انه كان ولا يزال للسلطة التشريعية في مملكة البحرين بغرفتيها مجلس الشورى ومجلس النواب الدور البارز والفاعل في تحقيق اهداف التنمية المستدامة وفي التشريع والرقابة وفي تمكين المرأة وتقدمها وفي دعم الشباب وفي ضمان المساواة والعدالة والحرية المسؤولة والسلام والتعايش وفي الحصول على الرعاية الشاملة في مختلف المجالات وخاصة الصحية والتعليمية واضفت معالي رئيسة مجلس النواب ان مناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني تأتي هذا العام في ظل ظروف استثنائية يشهدها العالم جميعا فرضتها جائحة كورونا وأثرت على كافة مناح الحياة ومجالاتها وهو ما ألقى على عاتق البرلمانات مسؤولية مضاعفة في اتخاذ ودعم الإجراءات التي تواجه التداعيات السلبية على الاقتصاد والصحة والتعليم وغيرها من مناح الحياة من جانبه أشار معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى في كلمته إلى أنه مع نهاية هذا العام تكون مملكة البحرين قد أكملت 17 عاما من عضويتها في الاتحاد البرلماني الدولي وقال معاليه حرصنا خلال تلك الفترة كسلطة تشريعية على بيان المواقف وإبداء الرأي في مختلف القضايا المحلية والإقليمية والدولية والتي تشكل محور اهتمام مشترك لدى جميع البرلمانات والدول والتعريف بكل إنجاز أو تطور تشهده مملكة البحرين بما ينقل الصورة الواقعية للمملكة ومكانتها على خارطة العالم التنموية والاقتصادية والسياسية خاصة في ظل ما تتبناه المملكة من سياسة داعمة لعلاقات التعاون والتنسيق الثنائي والجماعي في مختلف دول العالم ترجمة نانسي قنقر